ناقص الخطر المناخي يدق مجدداً فسنة 2020 هي الأشد حرارة عالمياً بالتساوي مع عام 2016 ما مخاطر هذه المعلومات المناخية وما الحلول مرة أخرى إيمان معنا للإجابة وربما تفاصيل حول هذا الموضوع إيمان مسألة التغير المناخي موجودة معنا ربما لفترة طويلة نعم بالتأكيد وخاصة عندما نتحدث 2020-2016 الأكثر سخونة منذ الفترة ما بعد الصناعية مهندة كما أشرت ولكن عندما نتحدث عن العقد بأكمله من 2011-2020 هو أيضاً العقد الأكثر سخونة والقادم أسوأ للأسف حيث أصبح العام 2020 هو السنة الأعلى حرارة على الإطلاق عالمياً بالتساوي مع 2016 ليسدل بذلك الستار على عقد شهد درجات حرارة قياسية تعكس تفاق مظاهرة الاحتباس الحراري إذ حسب وكالة كوبرنيكوس للتغير المناخي الأوروبية انتهت سنة 2020 بمعدل حرارة هو الأعلى وذلك بـ 1.25 درجة مئوية من ذلك المسجل في العصر ما قبل العصر الصناعي هذا المعدل سجلته كذلك السنة 2016 والتي سجلت أيضاً شهدت أسوأ ظاهرات النينيوم مناخية منذ 2018 هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية تتسبب بارتفاع درجات الحرارة تشير آخر البيانات أيضاً إلى أن السنوات الست الأخيرة كانت بالفعل الأشدة سخونة على الإطلاق في العام الماضي تم التسجيل أعلى درجة حرارة في التاريخ غير مسبوقة عندما ضربت موجة حر شديدة ولاية كاليفورنيا في أغسطس ما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة بوادي الموت وذلك في صحراء موهافي إلى ما يزيد عن 54 درجة مئوية سجلت حينها بل وتسببت موجة الحرف اندلاع حرائق مهولة في الغابات ودفعت أيضاً عشرات الألاف إلى ترك منازلهم هرباً من النيران وأشر العلماء إلى أن متوسطة درجات الحرارة في أجزاء من القطب الشمالي وكذلك شمالي سيبيريا تجاوز الست درجات مئوية فوق المستوى العادي وبالتالي هنا نرصد أكبر درجات وتجلي تغير المناخ هذا سجلت أيضاً تم تسجيل نسبة تقلص غطاء الجليد البحري مستويات متدنية كذلك قياسية وذلك في القطب الشمالي دائماً على هذا الأساس يشدد خبراء المناخ على ضرورة خفض الدول والشركات للانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وذلك على وجه السرع في ذات السياق تحذر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن استمرار الحكومات في تجاه البنود اتفاقية باريس للمناخ قد ينظر بطبيعة الحال بسيناريو أكثر سوءاً من العام 2021 إذ يتسبب في تغير مناخي كارثي بالنسبة للأرض بالنسبة للإنسانية كذلك والبشرية عموماً للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير البيئي حبيب معلوف سيد حبيب مرحباً بك معنا نتحدث عن هذه الأرقام وربما العلماء الذين أشرفوا على هذا التقرير قالوا لم يعد لدينا متسع من الوقت بالنسبة للبشرية حقيقةً عام عن عام يزداد الوضع سوءاً لما الذي ينتظرنا حقيقةً؟ دعم الوقت لم يعد التساع نحن نعرف أن الإنبعاثات قد انخفضت قليلاً بالعام 2020 بسبب جائحة كورونا ولكن من يعرف أن أهد مميزات تغير المناخ أن الإنبعاثات تترقم في كلاف الجو لفترة طويلة وإذا توقف العالم عن إنبعاثاته الآن أن ظاهر تغير المناخ ستستمر وارتفاع درجة حرارة الأرض ستستمر وكما ذكر التقرير هذه السنة 2020 كانت قياسية بالنسبة إلى العام 2016 الذي كان قياسياً وهو منذ 141 سنة عندما بدأ القياس لدرجات حرارة الأرض بشكل منتظم يعتبر العام 2020 درب أرقاماً قياسية جديدة بالرغم من جائحة كورونا وهذا يدل على أن الاتجاه الكارثي في قضية تغير المناخ لأن دول العالم لم تستطع حتى الآن بالرغم مرور خمس سنوات على اتفاقية باريس وكان هذه السنة يطلق أن تبدأ على تطبيق هذه الاتفاقية لم تعقد القمة 2016 التي كان ستتعقد هذا العام في بريطانيا وتم تأجيله إلى العام المقبل برأيك هناك تقاعص من الحكومات ومن كذلك الشركات أم أنه كان هناك تأثير لفترة ترامب في البيت الأبيض وانسحابه من اتفاق باريس لربما سحب الزخم منه طبعا هناك تقاعص من كل الجول العالم بشكل أو بآخر وطبعا كان لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب من الاتفاقية تأثير سلبي ولكن حتى لو لم تنسح بولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس وحتى لو تم تطبيق اتفاقية باريس فهي لن تحد بشكل كبير من التغييرات المناخية لأنها ليست اتفاقية واعدة وليس فيها التزامات حقيقية من الدول ومتقدمة وهي أيصلا اتفاقية غير ملزمة للدول ترك فيها وجاءت هذه الاتفاقية بمثابة تسوية عالمية ترك فيها الحرية للدول التي تقول هي ماذا تستطيع أن تلتزم وهذا تراجع كبير عن ما كان يجب أن يحصل وما كان قد سبق واتفق عليه في بروتوكول كيوتو العام 97 الذي انتهت مفاعله في 2020 وجاءت اتفاقية بريسة طيب اللفت هنا أنه حوالي عشرين دولة ضاقت لتماحك أستاذ حبيب عشرين دولة فقط هي التي التزمت بشكل كامل ربما بهذه الأهداف وهذه الدول مجموعة لا تمثل أو تمثل أقل من خمسة بالمئة من دول مسببة للإنبعاثات نتحدث عن الصين نتحدث عن الولايات المتحدة أكبر الدول الصناعية المتسببة والمشاركة ربما في هذه النسب الغازات الدفيئة والإنبعاثات كذلك الصين تتحدث عن هدفها للحياد الكربوني بحلول عشرين ستين أما بايدن فيتحدث عن أن هذا الأمر الحياد الكربوني بحلول الفين وخمسين على غيران الاتحاد الأوروبي نعود لمسألة الوقت الحياد الكربوني بهذا الأمد الزمني فيما النتائج تبدو والأثار للتغير المناخي تبدو ملموسة بالنسبة لنا نحن البشر عاما عن عام ويوما بعد يوم هل يمكن أن تحقق هذا الأهداف أي شيء بالنسبة للأرض وبالنسبة لنا بالطبع لا تستطيع أن تحقق هذه الأهداف معروف أن البرامج للطاقة والتصنيع لن تتخلى في الصين على سبيل المثال عن استخدام الفحم الحجري لإنتاج الطاقة ومعروف في البرامج التي تقوم بها الصين لناحية إنتاج الطاقة فهي على المدى العشر سنوات القادمة لن تتخلى عن الفحم الحجري كوقود أساسي في توليد الطاقة ولسيما في التصنيع ولذلك هذه الوعود ليس لها مكان بالنسبة إلى السياسات الفعلية للدول بالإضافة إلى ذلك ليس هناك توحيد لرؤية دولية حول السنة المرجعية السنة المرجعية بالنسبة للصين أو رجعت منتحدة الأمريكية هي 2015 بينما نحن نتحدث عن التزام بالنسبة إلى بداية الثورة الصناعية يجب العودة إلى انبعاثات الثورة الصناعية وليس إلى انبعاثات عام 2015 هنا سنة مرجعية مهمة بالنسبة إلى الدول وكل دولة تضع سنة مرجعية حسب ما يناسب مصالحها وهذا إخفاق كبير بالنسبة إلى اتفاقية بريس التي لم توحد هذه المعايير بالنسبة إلى الدول باعتماد سنة مرجعية واحدة حتى باعتماد سفر كربون هناك من يقول في 2030 هناك من يقول في 2050 وهناك من يقول في 2060 مثل الصين ليس هناك توحيد في المعايير وتوحيد في الإجراءات بالنسبة إلى الاتفاقية الدولية وترك لكل دولة كما ذكرت حرية أن تحدد هي ما تستطيع أن تفعله وهذا الموضوع تراجع فيه العالم كثيرا عن بروتوكول كيوتو العام 97 لذلك كان ملزما ولم تلتزم فيه الدول نعم شكرا جزيلا لك من بيروت الخبير البيئي حبيب معلوف إذن ربما هي هذه النظرة مهند التي أشرنا إليها سواء في التقرير أو خلال نقاشنا مع ضيفنا ربما نظرة سوداوية لمصير الكوكب الذي نعيش عليه وبالتالي مصير البشرية وهي مسألة مسيسة في نهاية المطار فيمان كما أشار الضيف قبل قليل يعني مسألة توحيد المعايير ومسألة التزام الدول بالنسب الانبعاثات هذه كلها مسألة خاضعة للحسابات الداخلية شكرا جزيلا لك إيمان